يعيش أبو جهاد نواجع حالة قلق منذ أيام عخب قرار إسرائيلي قضائي بإخلاء وترحيل سكان قرية سوسيا أقصى جنوب الضفة الغربية فوق ممنوع 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 نحن نبطشات أبو جهاد الذي يرابط منذ صدور القرار في القرية مع سكانها بشكل متواصل خشية تنفيذ القرار يعيش حالة من المستقبل المجهول مع أكثر من 500 فلسطيني يعيشون هنا منذ عشرات السنوات نحن نريد أن نروح نحن ندع أن ألأان أولادي وولادتي أنا أولادي وأولادي naval ladدي أنا نروح وين نروح وين نروح وهذه أررنا لا نجد那麼واف Porec لو نستشار فيها لا نطلب منها وحجرون أول مرة وهذه ثاني مرة القرية التي تحيط بها مستوطنة سوسيا الإسرائيلية وعدد من نقاط المراقبة تدعي إسرائيل أنها مناطق محظور فيها البناء ولكن سكانها يؤكدون أن ذلك يهدف لربط المستوطنة مع منطقة أثرية راح يأثر أهل البلد أنه راح يخسروا عشر ألاف دنم من أراضيهم تتحول لصالح المستوطنين لصالح مستوطن السوسي هو أصلا قرار سياسي بامتياز ما كان فيه أي شيء عدل في محكمة العدل العليا ما استعملوا القوانين والعدل استعملوا السياسي غياب البنية التحتية بسبب إسرائيل حول البلدة التي يعيش سكانها في خيام لا تقيهم حر الصيف إلى حالة صمود جديدة تضاف إلى عشرات القرى والخراب بالضفة التي يهددها مصير مماثل بعد ما نفذ جميع الأمور القانونية لدى الإسرائيليين توجهنا للسلطة الوطنية الفلسطينية للمراسلة السفرات والدبلومانسيين للضغط على إسرائيل لتكف عن هذا القرار لأنهم أهل القريب نميشون نمرون يعني ما فيه لهم مجال غير هذا المحل اللي نحن فيه تآكلت مساحة سوسيا مع اقتراب التمدد الاستيطاني حتى بقي لسكانها أقل من مئتي دنم فيما تعرض إسرائيل عليهم النقل إلى أراضي أخرى ملك لعائلات فلسطينية وهو ما رفضوه منذ عشرات السنوات لا تسمح إسرائيل لسكان هذه القرية الفلسطينية بأي بناء أكثر من ارتفاع متر واحد فقط أما اليوم فباتت القرية وأهلها في عداد المهجرين من هنا قصرا بانتظار تنفيذ القرار الإسرائيلي سامر رواشد أوريانت نيوز الضفة الغربية